في اليوم السابع على الاجتياح قالت وزارة الدفاع الروسية ان وحداتها العسكرية سيطرت بشكل تام على مدينة خيرسون جنوب اوكرانيا بعد ساعات من تطويقها وتعرضها للقصف الكثيف وقبل دقائق من الاعلان الروسي ذكر رئيس بلدية خيرسون ايغور كوليخايف ان المنطقة ما زالت تحت سيطرة الحكومة الاوكرانية مشيرا الى الاستمرار في مقاومة التقدم العسكري الروسي فيما اكد حاكم مقاطعة خيرسون ان القوات الروسية تطوق المدينة بالكامل من دون الحديث عن سيطرة كاملة وتتعرض المدينة المتاخمة لشبه جزيرة القرمي الهجوم عسكري روسي منذ بداية الاجتياح الشهر الماضي